موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلبة سنة قولة سنة مفيش أسرع من الأيام عندنا متحانات أكيد في نهاية شهر أكتوبر ولازم نبقى عاملين حسابنا وعارفين هنشتغل في إيه وهيجيرنا إيه تم داخل على اختبار أهم حاجة تبقى عارف ان الاختبار ده عشان أحقق فيه نتيجة عالية لازم أعمل مراجعة على اللي فات بشكل كويس وبشكل كافي الفيديو ده أنا عملته لك عشان أحاول ألم معاك شوية أهم الأجزاء اللي ممكن تيجي في الامتحان ويلا بينا نبدأ الفيديو هنراجع إن شاء الله على يونة بمجموعة أسئلة عن وعن وعن وبعد كده لأن إحنا هيجي لنا في الاختبار سؤال سؤال الترانسليشن تعالى نبدأ بمجموعة تشوز السياحة ألاف من الناس مسؤولين عن أسر وعائلتها بتعمل إيه ما تقول ليش بقى ووركس بمعنى بتشغل ووركس معناها تعمل السياحة مش هتعمل السياحة هتوظف ناس عشان هم مسؤولين عن أسر وعائلات يعني هتقوم بتوظيفهم والفعل يوظف بمجموعة بمجموعة نمبر أولا أجل 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 يحس إنه الموضوع في البداية يبقى صعب أنه هم يتعودوا يعتاد على صعب أنه هم يتعودوا على حياة المدينة however they soon become community leaders وبعد كده بيبقوا community leaders يعني من قادة المجتمع وبيتعودوا على الحياة طيب مين اللي ممكن يحسوا بصعوبة في أنه هم يعتادوا على حياة المدينة أكيد القرويين excellent اللي قال letter B villagers number three he is kind and successful أو إنسان ناجح وطيب he is a good to follow أكيد قدوة نموذج يحتزى به role model number four in class teachers of English use to help students learn في الفصل مدرسين الإنجلش بيستخدموا إيه عشان يساعدوا الطلبة على التعلم بيستخدموا عندنا ده أسلوب من أسليب التعلم تبادل الأدوار role play number five if you have low in your body then you have anemia عندك anemia لو النسبة دي قليلة في جسمك أكيد نسبة الحديد اسمها l-iron level number six women play a very important aid in the development of a society تعمل النساء أو تلعب تلعب النساء دورا هاما في تنمية المجتمع دورا هاما يعني هي كلمة معناها تقوم بدور rule number seven the Egyptian team qualified to the world cup in Russia 2018 2018 الفريق المصري تأهل إلى نهائيات كأس العالم وكلمة نهائيات finals number eight the police are the legal what of laws and security هو الحارس أو المسؤول الشرعي المسؤول guardians بتنفيذ الأمن number nine this question doesn't have a a answer it asks you about your opinion بيسألك عن رأيك السؤال ده بيسألك عن رأيك يبقى هو ملوش ملوش نموذج إجابة نموذج model answer number ten على سطر واحد ده dialog a نقطتين يعني ده حد اسمه a احمد علي اي حاجة وطبعا بيرد عليه على نفس السطر كده في الآخر b نقطتين تعني نشوف ال dialog ده عبارة عن ايه a بيسأل space two wild animals that eat meat واحد بيقول حيوانين من اللي بيأكلوا لحوم بيرد عليه وبيقوله lions and wolves يعني ده ايه بيسأل وده بي بيرد بي بيقوله lions and wolves الاسود والزقاب يبقى اكيد letter a بيسأله بيطلب منه بيقوله سميلي اتنين من الحيوانات او اذكر لي هنا مفيش كلمة يذكر لكن فيه سميلي او هاتلي اسماء اتنين من الحيوانات بيأكلوا لحوم فرد بي قاله lions and wolves ايه بقى هاتلي اسمين او سميلي الحيوانات طبعا ناضحة جدا letter c name number 11 he is used to at night used to اول من نشوفها من الجريش ناخد بعضنا نحط فعل infinitive في المصدر نتقل كده ونبص عليها كويس هل جاي قبلها فعل من الافعال اللي انا قلت بتعرفك ان ان العادة مستمرة هي used to بتتكلم عن عادات الماضي بس العادة ممكن تكون مستمرة لو حطينا حاجة قبل used to زي كلمة get او verb to be am is or become مثلا وهنا فعلا is موجودة هي he is used to اللي عادة بقى كده لسه مستمرة معايا لسه معتاد على انه يذاكر بالليل وبدأ من العادة مستمرة بقول مستمرة معايا هحط ing للفعل studying number 12 he rarely comes to school late نادرا لما يجي للمدرسة نتأخر he comes early بيجي بدري نادرا لما يجي متأخر كلمة literally دي معناها نادرا لما يجي متأخر يعني معنى كده انه بيجي بدري كتير ايه اللي ممكن يديني المعنى ده من الـ adverbs of frequency اللي قدامي letter c often excellent اللي بيقول كده number 13 when he went on holiday he always a lot of photos بص الغلطة دي سنة أولى سنة ويبتحصل معاك ودايما يعنيك اول ما تشوف كلمة من adverbs of frequency زي كلمة always sometimes whenever often دماغك تيجي ان ده present symbol وتبقى عايز تختار فعل مضارع خصوصا كمان يا ريت لو تتسرع اكتر بقى وتقول لي هي موجودة فهاخد فعل مضارع فيه اس كلمات اللي زي always often usually sometimes the adverse frequency ممكن تستخدم ركز بقى ها ركز ممكن تستخدم للماضي تعبر عن عن تكرار الافعال في الماضي زي هنا كده وانتعرفت من اينا مصدر هنا ان هو بيتكلم عن الماضي بص كده بص when he went on holiday went لما كان في اجازة او لما ذهب للاجازة يبقى دي افعال في الماضي اختار له فعل الماضي هنا الماضي البسيط هو الفعل talk number 14 he is a famous journalist he never false news or stories عمره عمره ابدا ما 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 يكتب اخبار مش كويسة او اخبار مش حقيقية والكلام مش في الماضي الكلام هنا مضارع الكلام هنا فعلا في المضارع لان he is a famous journalist كمل بقى بصغط المضارع البسيط rights number 15 scientists a useful thing is for their countries اشياء مفيدة للدول بيعملوا دايما بيعملوا اشياء مفيدة للدول لبلده طيب دايما بيعملوا scientists always do number 16 we we space what you have just said احنا صدقنا اللي انت قلتم believe اوكي عندنا مجموعة تانية برضو من الاسئلة هيدخل فيها الفوكابلري وهيدخل فيها الجرام اول question في المجموعة دي is animals and plants growing in natural conditions الحيوانات والنباتات التي تنمو في ظروف طبيعية طبعا ما تشوفش بقى انت كلمة animals فتجد تختار من تحت wild animals كمل animals and plants حيوانات ونباتات growing in natural conditions بالتانمو في ظروف طبيعية في هذه الحياة الطبيعية أو الحياة البرية wild life number two a or an is piece of land completely surrendered with water ارض محاطة بالكلية او كلها محاطة بالمية ايه اللي كلها محاطة بالمية number two او في number two هتوب a letter be island اقولوكم على حاجة اقولوكم على حاجة بس يعني اللي بيعمل كده ما يزعلها ما يزعلش اللي بيعمل كده ما يزعلش هتلاقي ناس بتنطقها كلمة جزيرة دي هتلاقي ناس بتنطقها is land عيب عليك الاس silent وقول عليها island number three whales are animals that live in seas and oceans حيوانات دي حيوانات ايه وبيتكلم عن الويلز طبعا اللي هي الحيتان حيوانات ملها بتعيش في البحار والمحيطات حيوانات حيتان في ايه اكتر من كده حيوانات ضخمة او بقى قول لي tiny بقى او قول لي tiny وستان بسمها giant ضخمة number four i find this novel extremely a it interests me a lot مش الدنياوي باكيد هي مذهشة senating letter a number five while we were camping in the forest some monkeys our food اثناء تعلمهم او اثناء ما كانوا بيعملوا camping في الغابة في ورود اختار فعل ايه هنا سرقة اه في قرود سرقة الاكل stole stole our food we have to space our children about nature conservation ودي conservation معلها حماية البيئة فاحنا لازم نعلم اولادنا ان هم يحموا البيئة او نعلمهم نكلمهم ونربيهم على حماية البيئة الفعل you rubby educate وما حتش يقول لي هنا learn تنفع عشان learn معناها يتعلم فمش هبدأ الجملة واقول we have to learn احنا يجب ان نتعلم اولادنا بعدها لأ احنا بنعلمهم او بنربيهم educate number seven Luxor and Swan are a with tourists number eight means able to continue for a long time حاجة دي هتستمر فترة طويلة مستدامة sustainable number nine I took my mobile a technician to fix it اخدت الموبايل فني السيونة عشان يصلح اخدت لفني السيونة proposition two number ten what reasons do you for shouting at your employees all the time ما هي الاسباب اللي عندك عشان عمال تزاق مع الموظفين بتوعك طول الوقت الاسباب اللي عندك الاسباب اللي انت بتمتلكها ما هي الاسباب التي لديك have I didn't number eleven I didn't hear the phone because I in the garden ده بقى زمن الناس اللي ما كانتش متابعة او ما زكرتش بتاع unit one و two هحط لك الفيديوهات بتاعة في الصندوق الوصف الهو بيقى تحت اسم تحت اسم الفيديو في هتلاقي الرابط بتاع كل فيديو لشرح تقدر تراجعه قبل ما تدخل الامتحان ودي جملة على الجرامر بتقول ان انا ما سمعتش التليفون because I لاني انا كنت الفعل اللي كان ايه بقى مستمر وشغال continuous كنت بعذف او كنت بالعف الجنينة continuous was playing number 12 as برضو ده سؤال عن الجرامر و as زيها زي كلمة while وزيها زي كلمة just as كنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل طبعا في الفيديوهات بتاعت الشرح هنا معناها اثناء او في اثناء بينما مثلا as she was cooking بما انها كانت بتطبخ او اثناء ما كانت بتطبخ she to music كانت بتسمع الموسيقى والفعل ده لم يقطع الفعل الاول يعني الفعل الاول اللي هي بتعمله ان هي وقفة تطبخ والفعل ده كان في الموديوم مستمر هل سمعها للموسيقى بيقطع استمرارية الطبخ ولا بتطبخ وفي نفس الوقت في فعل تاني بيحصل معها ومستمر برضو اه تعال فهم بصراحة الفعل تاني مستمرين مع بعض الفعلين يبقى بارتو باست كونتين she was listening to music number 13 while he was playing the piano اثناء ما كان بيعزف على البيانو his sister اخته her listened اخته كانت بتذاكر هو قاعد بيعزف على البيانو اخته كانت بتذاكر هل اخته لما كانت بتذاكر ده يقطع عصف على البيانو لا كل واحد بيعمل الفعل بتاعه ومستمر في اتجاه مختلف عن التاني لكن في نفس التوقيت يبقى his sister برضو was studying her lessons معدنا بقى مع الترانسليشن هيجيلنا برضو سؤال نخلي بالنا وإحنا بنحل ممكن يجيلنا من انجلش نحوله Arabic وممكن يجيلنا عربي نحوله انجلش الاتنين مع بعض تعال نشوف كده مثال عايزك دي سهل عايزك لما تيجي تحل بس الكلمات اللي ممكن تحس انها صعبة حاول توصل وتخمنها او تجيب كلمة كده تمشي المعنى بشكل طبيعي لكن ما تصير بش مكانها فاضل جملة بتقول هنا بتقول education is the basis of progress for people and their countries فاكر progress progress دي كان معناها ايه راجع كده معاك كلمات basis اللي هي اساس education ده تعليم progress التقدم people ممكن تترجم الناس او الصعوب انزل countries الدول بتاعتهم بيكمل بيقول no nation ونation شعب will achieve progress هينجز او هيحقق التقدم without ايه without دي without بدون without the development of education with development بمعنى التطوير او التنمية بتقدر توقف الفيديو انا ساعدتك في الكلمات وبعكاة تحاول تترجمها وتشغل الفيديو وتشوف انت ترجمت زي صح ولا غلط الترجمة بتاعتها بقى بالعربي هتبقى ايه لما تيجي تتحولها ما تحولهاش للغة عمية ما تقوليش التعليم اساسي عند الناس ما تتكلمش باللغة العمية وانت بتعمل translation هترجم لغة عربية فصح هنقول بالزبط كده التعليم هو اساس التقدم للامم والدول او للناس والدول او للشعوب ودولهم لا امة او لا يوجد شعب يستطيع ان يحقق التقدم بدون تطوير التعليم شوف بقى انت عملتها صح وترجمتها كده بالزبط ولا لا ودي لنفسك درجة اعتبرها من درجتين ودي لنفسك درجة وقل لي انت تمام ولو في الكومنس في سؤال عن اي حاجة ابعتلي على طول في الكومنس انا ببص عليها اول بول ولو في حاجة هرد عليك اوكي عندنا ترجمة المرة دي بقى من عربي هنحولها انجلش ودي محتاجة حد يكون الانجلش بتاعه كويس ويمرن نفسه كده معي والكلمات اللي انت مش عارفها انا همسك معاك كلمة كلمة عشان تحفظ الكلمات دي وتعرف تترجم لو جالك زيها بس طبعا انا عايزك تعمل لنفسك كراسة كده تجمع فيها كلمات خاصة بالترجمة لو بتتعلم معايا هنا في فيديو بتلمها من كتاب خارجي مثلا وتحفظها وتسمعها لنفسك تلاقي نفسك بقيت كويس جدا في الترجمة الجملة بتقول يجب عليك ان تبزل قصارى جهدك لو معاك بقى ورق او قلم ياريت لو هتوقف الفيديو واكتب المصطلحات دي عشان تبقى شاطر كده وتعرف تترجم يجب عليك يجب دي ممكن تبقى شد وممكن تبقى ماصد يجب عليك ان تبزل قصارى جهدك وتبزل قصارى جهدك ده هنقول يفعل او يقوم باقصى ما لديه do your best لتكون مفيدا تكون الفعل بي مفيدا ما تقولش يوسفل للانسان يعني خليها احسن helpful لنفسك لها yourself والاخرين هتترجم others فالعمل الجاد ايه العمل الجاد ده hard work في ناس هتقول working hard صح الاتنين ما فيش مشكلة العمل الجاد هو السبيل الوحيد السبيل الوحيد يعني ايه السبيل يعني الطريق الوحيد اقول the only way للنجاح ما تقول ليش succeed succeed معناها ينجح انا عايز النجاح في الحياة الشخصية حياة الشخصية اللي هي private life وممكن نقول عليها personal life والعملية هنجمعهم طب ال personal وايه العملية دي تقال عليها ايه تقول عليها working life والله يماشي تمام بس الاحسن بقى هي مقصود بيها يعني حياة الممارسة او الحياة العملية اللي انت بتمارس فيها ايه العمل بتاعت يلا طلع جملة كده مفيدة وشوفها ترجمها صح ولا غلط وبعد كده شغل الفيديو وقل لي وقل لي انت ترجمت زي ولا لأ ودي لنفسك درجة اعتبرها من درجتين برضي هنترجمها بقى مع بعض هقول له you should you should do your best هي يجب ان تبزل وصار جهدك you should do your best to be helpful to yourself and others يتكون نافعا او مفيدا لنفسك والاخرين وهنترجم في العمل الجاد احنا قلنا هنقول عليها and as working heart حيث ان هو بيقول فال العمل الجاد ممكن تقول ذات او as working heart فالعمل الجاد is the only way هو الطريق الوحيد is the only way to success in your personal and practical life personal اللي هي الشخصية وpractical الحياة العملية على بعضها بقى كده تبقى ايه you should do your best to be helpful to yourself and others as working a heart is the only way to success in your personal and practical life اتمنى يكون الفيديو مفيد ليه احفظ كلماتك عشان الترجمة وما توطرش نفسك وان شاء الله يجي لك من الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها ودرب نفسك كل محلية تدريبات اكتر كل ما بقيت احسن وكويس ولو فيه اي وقف معاك رقم الوقت سابق قدامك تقدر تبعتلي عليه او عايز تحطولي في أنا تحت امرك واشوفكم على خير سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر